كابتن محمد خليني ايجي لحضرتك كلام مهمة المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب عقب هذه المباراة يمكن في عدد من النقاط كنا بنتكلم عنها برضو هو ذكرها كابتن طارق عنده ظروف مختلفة يمكن اثرت على الاداء النهاردة سواء امتحانات سواء فكرة كمان الاختلافات البدنية ما بين المنتخب الوطني وما بين لعبي منتخب رومانيا شايف النقاط اللي ذكرها كابتن طارق ازاي النهاردة طبعا باتفق مع كابتن طارق اي مدرب هيبقى في الظروف اللي قال عليها كابتن طارق لازم هيحصل ضرب في فرقته طبعا تفرق كتير اما يكون فيه معايشة ومعايشة مستقلة للأفراد بتاعت المنتخب كلها ويبقى مفروض الأفراد دولت تحت عين المدرب باستمرار حتة الامتحانات دي طبعا لازم تعمل ضرب على اساس ان فيه لعيبة بتفد التركيز بتاعها بسبب المجهود البدني اللي بيبذلوه سواء ممكن اللعب يكون صحي بدري ممكن مش عارفين الظروف اللي هو بيتعامل معها برا الملعب ايه تخليه يجي يقدم على المباراة وهو فاتم تركيزه خصوصا لو المعايشة زي ما بقول حلاك في المعسكر النقطة التانية ان انا العب ثلاث مباريات بالحمل دوت في ثلاث ايام وراء بعض دي كافية جدا ان هي تقلل من التركيز البدني بتاع اللعيف في الملعب وتأثر على مجهوده خصوصا اني طبعا انا لو انا قافل كمدرب على عدد معين من اللاعبين في المعسكر ومش موجودين تحت عيني باستمرار وخارج المعسكر بعض الافراد بسبب الظروف اللي عليها كبنطاري طبعا انا هبقى متضرر من الظروف دي كون ان يحصل ثلاث ايام حمل المباراة دي انا كمدير فني انا ممكن ابقى راضي عن المجهود بتاع اللعيبة في مباراة زي بتاعت النهاردة اني برغم الظروف اللي قال عليها كابتن طاري واللي انا شفتها في الملعب بين الشوت الاولاني والتاني خصوصا اني الاخطاء الفنية كانت ظهرة اوي ده اقوى دليل على اللي انا بقول الحركة عليها بالنسبة للتركيز شوص الاول كان مليان اخطاء الاخطاء قلت في الشوت التاني فبالتالي احنا علينا باللسكور بتاعنا على فرقة رومانيا زائد ان احنا قدرنا ان احنا نوصل للجول بكذا هجمة منظمة عكس الشوت الاولاني فده يمكن حاجة كويسة اني نتعلم من الاخطاء بتاعتنا وللمباراة القادمة اكيد طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة